مع قرب إجراء انتخابات النقابات والاتحادات المهنية في إقليم كردستان يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المشاركة الفعالة فيها بالمحافظات والمناطق الكردستانية كافة هنا في إدارة رابرين المستقلة كل الأمور باتت جاهزة وفي انتظار يوم الاقتراع نحن في الفرع الحادي عشر الحزب الديمقراطي الكردستاني في إدارة رابرين أنهينا كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات النقابات والاتحادات المهنية في الموعد الذي حددته حكومة تقليم كردستان قائمة المرشحين والأمور اللوجستية باتت جاهزة ونتعهد أن يواصل المرشحون في حال فوزهم بخدمة جميع فئات المجتمع الكردستاني ويوكد مرشحون على أهمية هذه الانتخابات لاكتساب النقابات والاتحادات المهنية الشرعيتها من جديد وتنظيم العمل الإداري وهيكلته لخدمة جميع فئات المجتمع الكردستاني أهمية انتخابات النقابات المهنية تأتي من كونها لم تجرى منذ نحو 12 سنة وباتت تلك النقابات بحاجة إلى إعادة هيكلة إدارتها وتحديثها وفقا للقوانين الجديدة من أجل تقديم مشاريع حقيقية تخدم المجتمع بالمحصلة ووجهت حكومة إقليم كردستان تعميما حمل الرقم 44 إلى النقابات والاتحادات كافة لإجراء انتخاباتها الداخلية في موعدها المحدد بعد أكثر من عشر سنوات وبتوجيه من حكومة إقليم كردستان تنطلق قريبا انتخابات النقابات والاتحادات المهنية هنا في قضاء رانيا يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني على جهوزيته لإجراء تلك الانتخابات دعما للعملية الديمقراطية في إقليم كردستان لقناة زاكروس تيفيشيار محمد إدارة رابرين قضاء رانيا